موسيقى موسيقى فى أولاد الكرم وكانه أصدقى موسيقى موسيقى فى الولاد الكرم فى الولاد الواضع موسيقى كانت تنوية عربي وكانت تنوية عاربة فى عجلي وانا كانت تقلاتت وقت تقلاتت تخبّينا وقت خبّينا فما كدس متى أرمل من صحاب الشناس ساحبي تضربهو بيدون في بلوش روحو وتضرب عمرو 15 سنة وقت يخزرت له هكى لوطة نجد ينزف من تالي معا خط الراجد على كرشو هوا عمرو 15 سنة كاركرتو التالي شوية واخرت به التالي واندار قذوم معروفة اثنية عربية راوك نقول شاني جورج اثنية عربي تطل على كيّاس الكبير متعشرة فرحات حشيات اللي هي خمسة ديسامبر تضرب وقتها خرجوا أربع كارتوشيات واحدة جت في عبد السلام المازني واحدة فرحات الفرشيشي يا ذايا جتوا في كتفو وفما واحد اخر ما نستحضرش لاسم المطيع وما ابوه تخاخني معروفهم اذاكا ميت على البلاسة وفرحات تضرب في كتفو وعبد السلام كي كارتونا شوية وفما لموظهرة وفما تجمهر وفما حد شيء العملية هذية صارت نهار ثلاثة جنفي ميشي أربعة وميشي خمسة وميشي واحد نهار ثلاثة جنفي صارت بصراحة جتني شوك صادمة ومتعرش معروفهم ودم ينزف منه وواضح وميش يموت فان ارواحت للدار بقيته ما اخرجتش بقيت خايف ومتعرش ومتعرش في الليل بين ثلاثة واربعة جنفي ومتعرش من ثلاثة واربعة جنفي والله ريجد في السالة خطر دارنا صغيرة هي ريجد في السالة سالة تحل على بيت النوم بين بيت النوم الداخل ببارتين تخلي الحاكم وقت تخلي الحاكم انا ريجد متغتي وقت لي عرع علي اعود شديد لغتاه وتختيت نسح بقيت شوكيه نحلم نسح براحة نحلم أنا ماشي حقيقة ما عملت انا باش هوم يجوني انا باش هوم يجوني لا مشيت لا عايت انا والله العظيمة يحصلي الشرف واني على الاقل ساهمت واخرجت وعيت يا برجيبة بايحني والله يحصلي الشرف حتى ولو كان نحرق حتى مركزان ويحصلي الشرف واللي انا من احداث الخبز لكن للأسف انا ما عملت حد شي لهنا رايي انا القهرة اللي انا راني ما عملت حد شي بابا يشري في الخبز انا نتعلم في صنعة في طولة ودهن وبابا يمشي يعطي دينار لللي نتعلم عنده اخر الجمعة باش على السيس يعني شجع فيه فهمني مش بابا انا مفي بليش بابا يعطي في دينار لكننا نأخو في دينار باش نمشي بيه اخر جمع الحمام يعني دينار كان يقلي اللي الناس تتزايد رايي رايي يقولوا بثمانين الخبزة والد بمئة وسبعين رايي زيادة اللي زيادة المئة وعشرة رايي يبارش هفلوس راكم نرمى الموه الناس اللي تتزايد راكم تاكلوا فيها بثلاثاليف وبربعاليف الخبزة واحنا ضحينا واحنا تكلفتنا غالية تكلفت على شعب اربع وثمانين فما جارك رايي اذا ما ميت تجارك راهو اخوك منعرش ولد عمك قريبك دانين وقت يجيوا هزوني هزوني لمركز العمران فرقة ثانية مركز العمران واثمانين واثمانين أول ما دخلت وهو في ثلاث غرفة ذاي مركز العمران كاف اللوتا أول ما دخلت محزدة على الحق العام زيدة مهمش قضية احدث خبز محزدة حق عام سوريق حاجة كما هك وثماني وسكتتان على روحي منعرش على الجايبيني ومسهلتهم انا نقوله وش فامه وهو يضربني في وسط الكرهاب انا نقوله وش نوه فامه يا اخوي ويضرفي وانا ما نعرفش عليش ما نعرفش قضي اخذر شوف والله يمكن حتى الطمس جنائي يعرفو حتى السرقة عيب عنا راه راني انا من السرقش حتى السرقة في الحابس عيب يعني ساعة ساعة يجيبوا واحد حق عمل يقول شاني السرق يقول راني ما كدش عنا في الاصل في 84 وقبل 84 عيب السرقة يعني ما نعرفش ان عليه جيبوني منتين من السرق والش هزوني الله وعلم قال ش هزوني بعد اكتشفت بعد عشرة ايام اكتشفت يعني اول مرة قلت لكم باش منفوتش الغرفة فيها يونك تزوزموا الناس وبعد تالي بدت تتوافد العبيد بدت تتوافد يعني كثرت ولدتك الشامبرة ذيك وولدت فيها بالمئة بالثمانين حاجة كما كان هم ثلاثة شنب حتى كانت شامبرة واحدة حتوا فيها نسيه فرغوه ولي بايتوا فيها وغادي ينشوفهم احنا يمشوا جوه غاديك نسيه شدين فرغوا كل الشامبرة ذيك بتاع نسيه بشعبوا فيها العبيد يعني كثرت العبيد وولدت برشا شوف انا الوقت اذاك قد قلت على اليمبيب قلت لهم راكم انسيتوني اخيانا شنو عملت قال لي رادي رانا منسيناك شوه جاي الدورة متاعك وطمم تفهم عرفت لي انا معناتها وقت اللي جت العبيد عرفت لي معناتها فما حاجة صارت البر يعني يجايبين العبيد هذون ويضربوهم والحكاية وقعدين نضربو فيهم حتى الغرفة التعذيب يعني بجنب الغرفة اللي احنا نسكنو فيها يعني باش يرهبوا العبيد انا بقيت في الكافة ذاية شهر وثمانية وعشرين يوم مش شهر ولا جامعة شهر وثمانية وعشرين يوم بقيت في الكافة ذاكة يا بحثوا فيها لحاجات انا في الاسل ما عملتها لو عملتها مثالش مجازان ما نعرش عليها وقتاش تسرقت وهوما يراهوا الولاد الكرمرة ويطلعوا للقسرة وتجي في الواجهة متاحهم فما مجازان في درمش بعيدا يمكننا تولي الهناء هما وقالوا زوز كيلومتر على الكرمول لنا القسرة ولا يبعد يمكننا حكيت نسف كيلومتر فهمتني صارت موناوشة بين اليمكن هذا اللي فهمتو انا بين العبيد والمتظاهرين والحاكم تكسر البولار متاعها خطر ايه بولار المجازان هذيك تكسر وما تسرقتش زادة ما تسرقتش انا حتى سهلت العبيد وراهي ما تسرقتش المجازان هذيك وما تهز منها حتى شيء البولار البراني تكسر من الرجم امتاع الحجرة هذيك هوا ما فهماش حاجة اخر لقيت روحي نبحث عليها ونبحث عليها شعبة دستورية انا ما نعرش شعبة دستورية وين تجي الشعبة دستورية مرة يحطوها بسلامبو حتى في الاحكاية ماي موجودة مرة يحطوها في سلامبو ومرة يحطوها في الكرم اخي الكرم وحده وسلامبو وحده وانا منين جيبوها ليهدي انا ما نعرش انا شعبة دستورية من اصل ولو عمري دخلت الشعب كان حتى مش نحرق ولا نعمل راني ما ندخل ليش وانا قلت لكم راو ما تعنينيش لحال الوقت ذاك انا ما يعنينيش زيادة الخبز ولا المقرنة ولا اللي هو ما كنتش يعني نفكر فيها مش ما تعنينيش كان جيت يونكم في عقل تاو تعنيني يا مقبل انا راو ما تعنينيش معناة ما يعنينيش يملوج عليها كيما قالك الاخر واحد ياخذ ضرباء خبزة الخبزة كانت فيها كيلو تشبع عائلة كام طلعت ضربوني اللوتو وقال thiش انا ما عملتا مش قلت له ما انا ما عملتا مش وقتى ضربوني قلت لهم بات حابة حابةو انتم عملت ما عملت طلعت الفوق في بلي مش يخذلي اقوالي و بنكتلو تك 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 همني احكم ح Catholic باحث حاضر بحث حاضر قلل لي امني قلت له علشنة ونمضي أنا كحن نقرأ قلل لي ليه ما تقراش علش مش تقرأ ما ولي قلت له اللوتو انا كتبنا هول قلت الوقت ايش تلاعت انتي في سعى كتبت اللي قلت وانا اللوت عاودوا هابتوني زيت كليت تريحة مرة اخرى ديما معناتها هو الضربة داية شوف انا فك اللحظة ذيك راني فكرت في الانتحار في اللحظة هذيك فكرت في الانتحار وكيفيش جاتني الفكرة لانه فم الواحد من الموقوفين معانا خرجوه للسبتار وهرب وهرب هو مكسور زيت هوا كاسرين وهزوه للسبتار مش يعالجوش وياهرب له كيفيش تغافلوا عليه وهرب له مرة انا جاتني اللحظة ذيك جاتني الفكرة واني انا يزمني نخرج من هنا ما عملت حد شي راه يزمني نخرج حتى يدي صبع يدي باش نصحح ما حطي يدي عالطاولة وضرمني بالعساء كسر لي صبع هوا نجم ويدي يفت لكم يعني انا ما حسححش على حاجة انا ما عملتاش راه ومشي انا قوي راه مشي قوتي يانا ليني يانا والله العظيم كف يعميني يعني انا كفي خليني انصحح لاني عملت حاجة عملت عملت اعملت اشنا واشنا المشكلة وعملت وانا قلت لكم بنفتخر بهذا حتى قبل حتى عملت هم يسيرش انا عمري ما نعرف الصرخ وعمري ما نعرف الحرام وبابا ما ربناش على الحرام وما ربناش على الشي اذي قلت لكم انا فكرت في الانتحار وعن تاريخ هذي ثم واحد جايبين وعندوا المسامر متاعك اللي ملخوا فيها متاع التمليخ المسامر الصغيرين اذوكم نحيتهم كل كلب نحيتهم كل كلب وفكرت في الهربة مش نكتب عليكم حتيتهم في الخبز في قدمة خبز عجنت اكيه وسكرت عليهم وبلعتهم قدام اللي موجودين غاديك بش يعانلوا الحاكم وانا ما غادي مبعطان تصرف يعني هما قرأوا لي مخي فكل لحظة هذيك يعني انا بلعت وسياه وكملت قروا لي مخي الناس اذوكم الناس يعني منين جبتوهم انا والله نبقى بيت الناس يعني مش مش نحكي لكم على برشة تعذيب انا نحكي لكم علش انا خليت باش نعمل هك منين جابوهم العبيد اذو مرخي موامش توين سم منك كوكب جابوه منك كوكب بالحق جابوه روما يرحموش بالحق راه الناس ما ترحمش انا ريت ريت انا ما صارش علي اما ريت ريت ما انا منحبش انا اما ريت ونعرفهم العبيد ونعرفها لاشخاص ريت شنوه اصار عليهم وقت اللي بلعت انا اذيك اكل سامحوني بلعت اكل مسامر اذوكم وعايتولهم قالوا لهم راه واحد سييرة ومش يموت وانت حرم مسامر مساد الدين رام في جدمة خبز ومسكرة مكاية وانا اذان يناوي انا نويت باش نهرب موشي حاجة انا نويت وفكرت لي اني معاش نقبل معاش نحمل مخي معاش يحمل حاجة انا ما عملتهاش عايتولهم جاو شنوه اقلوا وراء وصار هكو هكب لا عم سامر والله يا حشيكم جاي بعصاها كبيرة يمكن كي ما كنتعال يدباله ديك امتع بيوش ورقدوني اللوتة على ظهري حاط واحد سيجي فوق صدري والاخر شادلي سيجي ايام اللوتة وقدام الموقفين وجابك العصاها ديك امتعاله وقالوا برمشي حاشيكم التواليات في وسط الشامبر قالوا برا حطها في النزاسة سامحوني في العبارة دي مشي وجاباله بعد خلوا برمشي يزيد مش هك مشي وحطوا هالي في فمي وانا وسايبوني كده قمت رديد وخرج كل شي يعني هما فكروا لي قالوا لي انتي راك عملت هذا مش تهرب يعني ناس بالرسمي بروفيسيونير اذوم ناس بالحق بروفيسيونير بالله انتوما حتى لو صارت لو ودي معلقة بين السماء والولوطاء كلمة لو يعني ولد مزيل طفل عمره 16 سنة ويدخل المجازن شنو يهز من المجازن هذا سؤال والله حتى لو مش مش يسرق حتى يقولوا لو اخذوا اي برش فلوس وانتي ولدي صغير ادخل هزز حاجة مجازن شنو يهز تصوروا انتوما باش عادوني بقضايا في سكينة هزز سكينة بمجازن شتمنيك هزز سكينة باش يثبتوا علي قضايا وجرموني ويعملوا لي حاجة انا ما عملتهش شوف انا منيش مش نواصل برش خاطر اه بصراحة معاش النجم لانا انا هذي باش نحكي لكن نحب حاجة واحدة حنا رانا الكرم نقولوا الكرم راو نقولوا كامل الجمهورية ما هيش يه كتقول الكرم تقول فرشيش تقول الزلاس تقول ولد عيار الشنية الملة اللي تحبوها من ماذا بينا من شخص نوهاش الحكاية ونحسبوها جيهات واحدة الكرم راهي فيها الشعب تونس ولكل الكرم مزيلا تخلق الرجال مزيلا تخلق الرجال باش من نفوت كمش وهذا حتى اللي يحب يشوف ونعطيه النسخة يشوف هذي منتصر بالمحمود عمرو خمستاشن سناء تسجن معاي عمرو خمستاشن سناء تسجن معاي وهذا الحكم متاعو بعامين سجن هذا حكم جابت والهيئة زادة مشكورة اللي انا قالوا لي ما فهماش ما نعرش عليش غيله وما فهماش انتم المفلول تتحروا فيه الشي هذا هذي حكم من المحكمة جابتو هذي منتصر بالمحمود التحكم بعامين ما يدفل فين واحداش الناس اللي تحكي بقداش كيلو نذاء ما يدفل فين واحداش بالرصاص قدام داره اللي تحكي اللي عبيد بقداش يودي معاي شتعو داره لانا كنا اخوات رأل كنا توينس يميني سار بليشنا وتحبوا احنا توينس مستاش نختلفوا لكنا توينس توينس فما حاجة اخرى اذا البلاد هذه نزال فيها قانونة والناس اللي تدير في القانون هذيه ماذا بهم يتبقوه ماذا بهم يتبقوه سيوسف شاهد عندك ملف من الفين وثلتاش قدامك انتع صندوق الكرامة خليني ستاخو حق انا مسامحك اخوة ما تعتنيش انا حق يا عبار انا بديت انا تبرعتلك عبي بيع الكيسم تاعك عبي بيع اربعة وثلاثين سنان معانات ناجم تجي تشوفوا بالحق الانسان راهو ما يملك شيرة ونتحدى انا الاخوين اللي جاو حتى اللي جاو وضيافة فهمتني حتى في الاسلاميين ولا يسار ولا اللي هو ماذا بقول لا راي ومورها تاعبا راي بالحق ومورها تاعبا راي وعانينا عانينا وتعبنا برشا راي وعانينا عانينا راي واربعة وثلاثين سنان اربعة وثلاثين سنان معانات انا عندي ولدي صغير سامحوني طولت عليكم مادام عندي ولدي عمره ثمانية سني مدت له امه تقري فيه في الدار كتبت له بش يرتب كلمات فهمني يجي يستعان بي قالي بابا رتبهم لي قلت له تران شوف شوف ترتبتهم له حتيت له الطفل حتيت له رذية وتعديت للشيخ والكهل والكهل والشيخ قالي بابا دوما التفولة والشباب ما حبيش نقول له اليوم ما نوجعوا به ما قلت له 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 لانا انا ما عشتهش ما عشتهش انا الا يوم اني هذا ما عشتش وفولتي كالعبيت لو جت حاجة من عند ربي سبحانه وتعالى لكن هذي رأي بفعلي فعل هذي رأي بجريم الدولة هذي جريم الدولة في حق شعب 84 في حق شعب تونس الكل ماشي جريمة في شخص محرز ولا لين ولا فلين ولا فلين هذي جريم الدولة كاملة وش نوى مادام شوفونا شنوى اللي تدبر في وسط القسر وشنوى اللي سار ثم نيس مزيل تاحية عليش ميجوش يعترفوا ويقولوا هاو شنوى سار عليش نيس ادومة باتر والله العظيم باتر والله العظيم اقسم بالله العظيم لو انا عملت حاجة اليوم انا ما نخوش الكلمة ورافع راسي انا في وسط الضحايا انت احداث الخبز انا ما عملت حات شي انا ما عملت حات شي وعايات لاحنين لابههم حاشيق ما عملت حات شي يعنى ومعنى اعمل حات شي وبابا موسيني يعنى بابا موسيني قل يرط بالك رط بالك تنتخب في حياتك رئيس يقتلك صدري اولادك قال يتنتخب رئيس يقتلك child questo اللي سار عام 84 وهو بابا مات فالفين وعشرة ولكن هاو اللي سار ما ابن عليه تل شعبه أخي بحاجة في العالم في الدنيا هذه الكل وأنه رئيس يعطي أمر باش يقتل شعبه شعبه اللي حد تساب وكاة وانتخبه ومشيه وجريه وشتصف وعمل له ذي الكل ومن بعد تالي يعطي الأوامر باش يقتلوا شعوبهم هكا علمونا هكا الديمقراطية سامحوني أنا تولت عليكم للأسف ومشكورين الناس شكرا محل شكرا